حالة العزوف المسجلة من قبل المواطنين عن عملية التلقيح المضاد لفيروس كورونا تستنفر لجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار وباء كورونا بعد تسجيل نسب وطنية جد ضعيفة للتلقيح لا تتعدى 30 ألف ملقح يومياً مع العزوف نشفنا بالنسبة قليلة ضئيلة جداً لأن الآن نعرف باليقتنعنا اللقاحات بالملايين والحيرين لأن في البداية ما كانش اللقاحات الناس حبت تتلقاح والآن العكس كان اللقاحات والناس ما حبتش تلقاح عارلي لقحوا فيه ما نلحقوش 30 ألف تلقيح على المستوى الوطني هو شيء ضعيف لرح يطول في ملاعات جماعية وأمام استبعاد رئيس الجمهورية لجوء الدولة إلى إجبارية التلقيح دعت اللجنة العلمية كل القطاعات إلى وضع برنامج لقاح خاص لفائدة منتسيبها لتحسيسهم بأهمية التلقيح لتحقيق مسعى المناعات الجماعية طلبنا بكل من كل القطاعات التربية العليم العالي الرياضة كل القطاعات لازم تعاون ولازم في الميدان انتحها كل واحد حور باش يدير برنامج لقاح في القطاع انتحه وإن شاء الله كانت كي باش قول عندي بات كبير مع كل القطاعات ربما ربما نعود الولي والوطيرة تلقيح تعموات سبتمبر كل ما تكون تحسن والعضوات تنقص تكون قرارات جديدة على الرغم من تحسن الوضعية الوبائية للبلاد في الفترة الأخيرة يشدد مختصون على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع الفيروس بكل متحوراته لتفادي أزمة صحية جديدة قد تكون أخطر من سابقاتها